محمد الفاز اللي بقى تحليل الارقام احنا اتكلمنا قبل الماتش قولنا بازن الله رب العالمين ان شاء الله الارقام اللي قابل الماتش كون لها في صالح النادي الاهلي والارقام اللي بعد الماتش ان شاء الله برضو تبقى في صالح النادي الاهلي منورنا محمد مبروك للكباتن مبروك للنادي الاهلي والادارة الف الف مبروك انا كنت عايزة ازود الرقم كياسي كام سيلفي لحضراتكم كم محليين في البطالات برضو ده رقم المفروض نحطه هنا الارقام دلوقتي بقى خلاص اتحطت في مكان تاني الاهلي صعب ان هو حد يعني يتحطى او يكساس في النسخة القديمة خلاص النسخة القديمة كده بكل ما خلصت على ارقام كياسية للنادي الاهلي هو اقوى ارقام كياسية حتى الان هنتكلم عليها بكل التفاصيل وعدد مباريات كمان والنادي ما تنسى عدد مباريات 25 مباراة اكتر فريق طبعا لعب مباريات اكتر فريق زي ما احنا عارفين في المشاركات في البطولة 9 مرات بعد طبعا اوكلاند 11 بس احنا اكتر فريق فوزا في البطولة 9 مرات بعد ريال مدريد 10 مرات وبرضو اكتر او تاني اكتر فريق تسجيلا للأهداف في البطولة ده بعد ريال مدريد هدف. يعني تقريبا بعد ريال مدريد حتى في البطولات الكترية هم تقريبا تسع وعشرين واحنا خمسة وعشرين بطولة كترية فاحنا الكبار دايما مع بعض. ريال مدريد عايزين منينا صحيح. يعني ريال مدريد كده مع انا في. ما اللي اعتمدنا ليه. بيطردنا في الارقام كلها. بس مين اللي بيطردك? اه. مفيش يعني احنا الفريد. لا بقول لك ريال مدريد. اه. داخل القرى او احنا الفريد او في مصر الحمد لله الاهلي يعني مشاركات ضخمة. يعني متكلم على اربعة برونزية الحمد لله النهاردة. من ستة سيمي فاين او نصف النهائي. اتنين بس اللي جلوا مننا مركز رابع واربعة تحيا للبرونزية. ده رقم طبعا كياسي يعني محدش حيحقه خالص يعني نشوف السنين القادمة. عايزين نقول برضو ان اكتر فريق حافظ على شباك نظيفة في البطولة على مدار تاريخ البطولة. هو سبع مرات او سبع مباريات بشباك نظيفة كلينشيت. ارقام كلها سيئة يعني احنا قلنا يعني برضو او عاز اقول لحضرتك ان نسخة الفين اتنين وعشرين كان اكتر رقم تسجيلا للاهداف النادي الاهلي سبع اهداف في تاريخ النادي الاهلي في المشاركات. لكن هذه النسخة برضو سبع اهداف. فبدأنا نتساوي بالنسخة الماضية. احنا حتى نسخة سبع اهداف دي استقبلنا ثمان اهداف كترقم شوية. ولكن احنا النسخة دي استقبلنا خمس اهداف في ظل الظروف اللي احنا شفناها دي كلها. ولكن طبعا بنقول ان احنا من من اكتر الفرق دلوقتي كتابة للارقام. يعني حتى علي معلول الهدف ما تحسبش. ولكن احنا بنقول ان هو طبعا في البطولة كلها يعني طريبا دلوقتي يعني نهاردة هدف. وقبل كده هدف. وبرضو ياسر هدفين. يعني بنقرب من الشاحات اللي اصبح طبعا بعد ما البطولة انتهت اربع هدف زي ما قلنا قبل كده تساوم مع محمد ابو تريكا وياسر. ده برضو خلي بالك يدي انطباع ان النادي الاهلي عنده اكتر من واحد يقدر يجيب جول. مزبوط. يعني مكني مش على حد معين. منقولش مسلا ده عنده الواحد وسبع هدف اللي بعده ومش عارف عنده هدف. ده انت عندك من خط الدفاع. خط النص. خط اللجوم كله بيجي بيجوان. صحيح. محمد تاني هدفين. ياسر ابراهيم من نهاره طبعا هدف وابل كده هدفين. يعني ثلاثة. فنتكلم علي معلول برضو. يعني وهدف قبل كده في النسخة اللي قبل كده برضو يبقى كده علي معلول ثلاث اهداف. يعني لا احنا ارقام وفعلا في تنوع اللعيبة في كل اي مركز ممكن يحرز اهداف. بيكتبوا اسمهم في التاريخ. يعني ارقام كلها كياسية ممتازة جدا. مليون مبروك للنادل اهلي. قبل قبل ما نخش في مباراة النهاردة برضو يا كابتن ايمن. يعني عندنا شوات ارقام كده حصلت طبعا حضراتكم طبعا هتكلموا عليها فنيا. انا عارف ان احنا ارقام الكوسية اللي حقها الاهلي خلاص والفرحة الكبيرة بالاربعة برونزية. خليتنا شوية نبعد شوية عن الفنيات النهاردة. ولكن يعني خلينا نرجع. فرحة بس. فرحة بس كلها. يعني ممكن نستعرض سريعا ارقام المباراة بتاعت نهاردة لربطا طبعا للتحليل. بالتاكتك يعني اربع هداف الحمد لله. نظارين هنا وهنا اتنين اتنين. الاخطاء كان في يعني شوات اخطاش وفناهم عند وراوة عشر الاهلي سبعة. ركنيات يعني من اقل المباريات في العدد الروكنيات للنادي الاهلي. ثلاث ركنيات مقابل خمسة. تسلل وانت في ثلاث مرات. ثلاث مرات تسلل وراوة زيرو ما وعوش في تسلل. بالنسبة للتسديدات النهاردة كان عندنا خمستاشر تسديدة منهم سبعة اون تارجت. يعني نسبة كبيرة النهاردة وسبعة واربعين في المية الدقة. بالنسبة للوراوة الياباني طبعا عشرة. وكننا استعرضنا محضرتك قبل المباراة. هما دايما فعلا بيوصلوا ويسددوا على المرمة. اربعة اون تارجت اربع في المية. ده رقم كويس. الاكس جي عندنا كان ممكن نصل لتلات اهداف. يعني الرقم عندهم شوية كان فيه خطورة. طبعا شفنا كذا فرصة فعلا شكلت خطورة. الفرص تمانية للنادي الاهلي ستة لوراوة. الفرص الكبيرة المحققة من التمانية. اللي كان ممكن تترجم لأهداف اربعة للنادي الاهلي اتنين للفريل ياباني. استحواز احنا النهاردة يعني تلاتة وخمسين في المية لسبعة واربعين في المية للفريل ياباني. الاستحواز بالدقاءة شوية. نحن الكرة كانت في الطاتشز وبين رجل اللعيبة بالدقاءة وسط الاربع وعشرين مقابل اتنين وعشرين ديها. تمريرات النهاردة. كالعادة دايما بنعمل رقم كياسي في التمريرات. فوق ال 500 تمريرة. وده رقم كويس جدا. منهم ربعمائة تمانية واربعين صحيحة. بنسبة دقة ستة وتمانين في المية. المباراة اللي فاتت حتى في الدوري كنا بنصل لتسعة وتمانين وتسعين في المية من الدقة. يعني بنقول ان من فوق الخمسة وتمانين في المية دايما ارقام عالية جدا. حتى عند اوراو الوراو الياباني طبعا تلتمية او ربعمائة خمسة وستين منهم تلتمية ستة وسبعين صحيحة بنسبة واحدة في المية. الشورت باصس برضو كان فيه رقم كبير جدا عندنا ربعمائة وستين منهم ربعمائة ساعتاشر صحيحة. هنا بقى الدقة معدية تسعين في المية من الشورت باصس. شوفنا النهاردة البلد اوب يتعمل شكل كويس. التسلم والاستلام كان شكل كويس. اللعبة مقربة الخطوط من بعضها. التمريرات الطولية لونج بولس النهاردة لكان فيه شوية يعني لونج بولس تلعبت خمسين عند الاهلي منهم ثمانية وعشرين صحيحة بنسبة ستة خمسين في المية. عند طبعا أوراوة ثمانية وتلاتين منهم خمستاشر تسعة وتلاتين في المية الدقة. العرضيات الكروسس النهاردة مش كتير نفس الركنيات. وده رقم برضو عند الاهلي قل مقارنة بالمباريات السابقة. اتناشر عرضية منهم واحدة بس اللي كانت دقيقة أو صحيحة بنسبة تمانية في المية. عند الفريل الياباني أربعة عشر منهم سبعة بنسبة خمسين في المية. وده احنا قولناه قبل المباراة كابتان ايمن هما دايما بيتفوقوا في العرضيات والركنيات ولكن سلبي يعني. ما بيعرفوش يترجموها لأهداف أو فرص صحيح. دريبلينج النهاردة كان تسعة للأهلي من هم ستة بشكل صحيح بنسبة سبعة ستين في المية الدقة. عند أوراوة تسعة منهم تلاتة بشكل صحيح. خسارة كرة خسرنا كرة ستة وتلاتين مرة وكان معظمهم في نص الملعب في التلت الأوسط عند أوراوة برضو نفس كلام تمانية وتلاتين. الاعتراضات احنا النهاردة كان عندنا بصراحة ياسر إبراهيم من من أحسن ناس شفناه من نهاردة خاصة مشروط الأولاني في الاعتراضات والبلوك والريكاوري. عمل ببراة كبيرة جدا حتى مع مروان ومع كوكا شفناهم في أكتر حاجة في الاعتراضات. دي أرقام النادي الأهلي كنا عايزين نبص على خريطة حرارية سريعة. بتورينا الاختراقات بقى الأرقام دي كانت على أرض الملعب. على أرض الملعب كان الاختراقات منين بالزبط للنادي الأهلي. عندنا خريطة حرارية بتقولك في الخمس ممرات الاختراقات عند النادي الأهلي بقى كان هنا رقم بصراحة كبير جدا يعني من أطراف شفناه برقم كبير جدا خاصة من ناحية اليمين. هنا برضو يا كابتن أيمن. الكابتن برضو احنا شفنا امام عشور عمل سويتشنج مع بيرستا وفي ناحية اليمين كبير مكان هو بيروح اللا مركزية او سويتشنج ما بينه راح هناك جنب حسين الشحات فالاثنين عملوا حالة كبيرة جدا في عدد الهجمات من الممرات الخامسة ناحية اليمين حتى الممر الايمن تلاتاشر والممر الايمن الداخلي او الهاف سبيس هنا اتناشر ناحية بس اليمين كان فيك تقريبا خمسة أو عشرين هاجمة رحنا من ناحية اليمين ناحية الشمال. بس ده واضح ان مستر كولر درس الفرق دي كويس. مظبوط بالزبط فبدأ ان هو يلعب لين احنا كنا نقول عندهم مشكلة في الظاهير الايصر والضغط عليه بشكل كبير جدا. اللعب في العمق او الاختراك من العمق ما كانش فيه عندنا رقم كان ثلاثة فقط رقم مش كبير. الناحية التانية بقى الفريق الياباني قراءة. حنلاقي بقى حاجة كنا اتكلمنا فيها كابتن اي من قبل المباراة ان هو الفريق ده دايما بلعب على الاختراكات من العمق. يعني شوف هنا يعني اطلاق عشرة وجنبه تسعة من ناحية اليمين. ده هما دايما بيحبوا يلعبوا بطريقتهم في اللعب ان هو يختارك من العمق. وده الارقام فعلا طلعتها ناحية اليمين ناحية الشمال اقصى الاطراف ما كانش فيه اختراكات بشكل كبير جدا. اربع هجمات هنا في اليمين وخمس هجمات في الشمال. اخر حاجة سريعا الهدف الثاني لتاو. عايزين يعني نتذكر مع حضراتكم الضغط. طريقة الضغط اللي احنا اعتدنا عليه مع مستر مارسل كولر ولعبت النادي الاهلي في الموسم الماضي. الضغط العالي الشرس. اللي بيولد اقطاع على اي فريق. ده احنا شفناه في الهدف الثاني النهاردة. ويعني. لما كوك اقطع الكورة. بالزبط يعني شوف كابتن ايمان ضغط هنا على طول فيه ثلاث. يعني اللعبة تكملت بترجع يرجعه الكورة طبعا لحارس المرمى. بيحاول انه يعمل بلد أب. ولكن هنا في بص في فريمتو ساكن. فيه ثلاث لعيبة. راحوا اقطع الكورة فعلا. وراحت لبير سيتاو. هو ده طبعا وترجمت لهدف. اللي انا كنت عايز اقوله من هنا بس. الضغط العالي الشرس بلعبة مزدوج اثنين وتلاتة. ويلقف الزواج التمرير. هو ده كان سر تفوق نادل اهلي. طبعا بيرجع العام البدني. كان عالي جدا بيساعد اللعبة في موضوع الضغط. وحضرتكم تكلمتوا عليه وكابتن شريف برضو اشار موضوع الضغط يعني. عشان كده حبينا نقول. مع الضغط دوت يعني ياريت نكمل. ان شاء الله ناخد بقى بطولة السوبر. من غير ما يشاور لك كابتن شريف. لا انا. يعني لو كابتن عالي يشاور لك. وانت عطول كابتن عالي. لا لا. لو كابتن ايمن بيجر مني. عشان انا سابق عصري. في الخطط وفي ازاي تكسب الفرق. في الدخل. كابتن ايمن عشان هو مدير الستوديو. يكون ينسب لنفسه اي حاجة. ايوه. صعب. صح يا جباشي. مليوم مبروك ارقام اه للتاريخ ارقام كياسية. وان شاء الله نصحة لحادثة زي ما اقولت بالزبط الكبيرة بقى اتونة وتلاتين فريق. الاهلي طبعا نحط رجل فيها بشكل كبير جدا ان شاء الله. ونعمل فيها طبعا يعني ارقام ايضا كياسية جديدة بازن يا رب ان شاء الله. احنا عارفين خطوة بخطوة السوبر اللي جاي بعد يومين. وننتهي من السوبر ونشوف اللي بعد. بس خلينا نفرح النهاردة شوية. بالضبط. عايزين نفرح بفتبولة. عايزين نفرح بانجاز شوية. ناخد لحنا حتى ساعتين ثلاثة بس نفرح بانجاز كبير طبعا. شكرا والفا الف مبلوك يا محمد. شكرين جدا. كابتن عادل.